ازايكم اصحابي واهلم فيكم فيديو جديد من الجزء السادس من محاكة السوبر ماركت وزا ما انتم شايفين كده انا مطلوب مني حاجات كتير اوه اعملها النهاردة شكل ان انا اعالج نفسي انا جعان انا عطشان اه فاتورة الكهرباء محتاجة تدفع حاجات كتير اوه هنعملها النهاردة مع بعض فنركب العربية بتاعتنا ونطلع على السوبر ماركت علشان نبدأ المهمات الجديدة كلها اه نمشي كده بسم الله الرحمن الرحيم نهدى كده على نفسنا علشان انا معايا مبلغ كبير اوي يعني انا بعت كل البضاعة اللي انا اشتريتها في السوبر ماركت المرة اللي فاتت ماشي طبعا انت لو عايزة صاحب تجرب اللعبة دي وتلعبها سبالك موجودة تحت الفيديو سواء كنت كمبيوتر اندرويد او ايفون هتلاقى موجودة في اول كومنت فخلينا بقى ننزل من العربية ووصلنا السوبر ماركت بتاعنا السلام عليكم الراجل ده لسه افزم هو جماعة وعايز مني فلوس بس انا مش عارف هتديلو فلوس ولا لا بصراحة يعني والله يا صاحب انا معارف هتفعلك بس خليها شوية كده يعني شوية وهتديك فلوس اما ادفع بس فطورة الكهرباء اللي علي مش انا عليها فطورة كهرباء لا لا اقفل اقفل السوبر ماركت انا ما عندهش بضاعة بحة ولا اقول لك فيه بضاعة هنا هي احنا بس بحتاجين اول حاجة نعملها نشتري تلاجة ماشي فانا هراح اجيبلك بضاعة واجيلك بقى وافتاح لك السوبر ماركت بتاع النهاردة ونزبط الدنيا بس عايزين ناكل ما عندكش اي حاجة تتاكل ناكل الخيارة دي مسلا كلنا الخيارة كده بقى احنا ما ايه 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 جوعة تشال خلاص كده محتاجين نشرب دي تتشرب دي ولا ايه دي شكلها سبيرتو ده باين اه شكله سبيرتو لقى سبك منه وافتح يا عم يلا ايه قفل تاني ايه قفل تاني بسرعة قفل تاني ايوه عشان ما في الزباق انتيج لان لو الزبون جاه ومالقاش عند بضاعة بيدينا تقييم وحش فقا مالهاش لازمة خلينا بقى اول حاجة نروح نشتري التلاجة نشتري بقى التلاجة عشان نحط بقى فيها ايس كريم والحاجات اللي الناس بتطلبها ولبن والحاجات دي كلها نهدي بس عند المطب ده ايه ده صاحبي ايه ايه كده ده النهارده هيبقى يوم عالمي الالف اللي معاك دي هتبقى عشرين الف دلوقت بس المشكلة ان يالفلوس دي كلها هطدئة اوه عايزة اشتري اعمل فيزا يا جماعة فكروني فكروني اعمل فيزا برده في اخر الفيديو ممكن نبقى نعملها لنا بس نطلع ومحتاج احط بنزم للحربية ده هاني لا 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 اه اوعاتت قلب اوعاتت قلب طبعا يا جماعة انتوا عارفين اللي بيخرج بره المسار بطاعة الطريق اللي انا ماشي عليه ده بيدفع غرامة فانا دفعت مرة غرامة وخدوا مني الفلوس اللي معايا وكانت حاجة اخر رخامة ايه ابا وقف العربية هنا شكرا سنة وقف عام منزل طبعا ما بتبعش تلاجة فانا اضطرا راح اشتري تلاجة الاول وبعدين ارجع للراجل ده تاني هي اللعبة مالها عاملة كده انا حاسس ان الجرافيك بتاع اللعبة النهاردة بايز مش عارف ليه هي حلو شغال ازاك يا صاحب اعمل ايا صاحبي لا يا جماعة جرافيك اللي احسوا في حاجة النهاردة في ايه خلينا نعمل ايه نروح نشتري التلاجة الاول وبعد كده نيجي نشتري من عنده بقية الطلبات والحاجات دي فاركب العربية انا دفعت فلوس ليه بس دفعت فلوس ليه اه الراجل اللي بيشتغل معايا اوكي ده بياخد مني مية دولار كل شوية من غير سبب كده فين بتاع الاساس اللي احنا هنروح له اه تقريبا هنفضل ماشيين على طول تقريبا كده هنفضل ماشيين على طول ايوة كمل كده في الطريق ده يعني ده اللي ورا ده مش بتاع اساس ماشي هخلينا ماشيين على طول كده يا شباب لحد ما نوصل للراجل اللي اللي هيبيع لنا هنا بيبيع ولا ايوة لما فيش حاجة هنا لأ مفيش حاجة هنا فين 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 المحل محل الاساس اللي هنشير منه التلاجة الضخمة سيارب بس الفلوس تكمل واقدر اشتري لي تلاجة حلوة هو ده محل الاساس هو 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 لا ده ده محل الكمبيوترات يا شباب اوه انا بقى لو انا بقى وصلت الليف العالي في التقيم بتاع في السوبر ماركت اقدر اشتري بقى كمبيوتر وبلاستيشن والحاجات الحلوة دي زك يا صاحبي اوه بيبقى حاجات غالية جدا يا جماعة اوه ايه اللي بتاع العملاقة دي دي ترى بزة جيمينج نقدر نشتريها ونقدر نشتري شاشة بس طبعا انا لو جيت اشتري حاجة من الحاجات ده هيقول ان تقييمك قليل جدا فاروحي عم يعل التقيم بتاعك وبقى تعالى تاني حاجات اصلا كلها غالية اشوف ما ينفعش ان انا اشتري ده زب التقيم بتاعي وبقى اكتر من ستين في المية فخلينا نمشي هبقى اجيلك تانى يا صاحبة اجيلك تانى احنا فينا على الخريطة دلوقت اه لسه الراجل بتاع الاساس قدام ده الراجل بتاع الالعاب اركب العربية بتاعتك يلا في السريع كده قبل ما الفلوس قلي لان الفلوس عمالة كل شوية قلي مني ده محل ايه ده بقى محل ايه محل ايه ده ايه These tags تعالى تبقى صحب ابيع نجف دل ايه 33 Das is right! وده محل الالعاب ماشي انحرا عرفين محل ايه ده وانا وصلت للنهاية متهزرش استنى يا عام ما هو محل الالعاب محل الاساس قداموا قداموا اه قدامه فين بقى قدام وفين انا مش لقى حاجة هوا نيكوا اهوا يا دمير منجوع خالص ماخدتش بالي منه ارجع بظهرك ارجع باس باس ادخل بقى جوا هنا كده اهو اهو ده المحل الجدعان اللي احنا هنشتري منه وبيبقى عربيات تقريبا اقدر اغير العربية بتاعتي ووو ايوه اركن عنده جوا كده باس انزل شكرا خش يا صاحب ايه ده يا عم ده محل اساس بتاع بتاع ايه ده كراسي وسرير وترابيزة يا عم لأ انا عايز تلاجة عايز تلاجة حط فيها لأكل ودي تلاجة للبيت مش تلاجة لا 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 مش هو ده يا جماعة المكان اللي انا عاوز لأ ايه ده يما انا هروح لمين اهو يا جدعان الترابيزة دي اللي قبل محل البليستيشن على طول انا مشيت غلط والله ايه اركب يعمل عربية بتاعتك عربيات احنا هنقض نلف كتير باين اطلع بقى يلا خلينا ايه نوصل بسرعة كده نضيعنا وقت كتير اهو يا جدعان عم نجيب التلاجة دي انا متأكد ان انا شفتها عند حد لا مش المحل ده هو المحل اللي هناك ده هو ده اه هو ده يا شباب اهو اه جماعة انا مخدتش بالي منه خالص بس وقف العربية انزل انزل بس كده شكراً انا عايز تلاجة نحط بقى فيها الايس كريم ايوه هو ده هو ده المحل اهو التلاجة هناك ايه التلاجة هناك يا جدعان ووو معلش انا ماشي بطيء بس عشان المفروض ان انا راح اتعالك فانا بس اخلص وراح اتعالك اوو دي بالف يا جدعان لاا حرام لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انفع اتحط فيها مثلا. ننفع اتحط مسلا التلاجة دي احط فيها المنتجات وكده بتاعتي ولا ما ينفعش. طيب طيب ماشي ماشي. احنا ممكن نشتري التلاجة دي. التلاجة فين? اللي هي يا امو سبعمية. اللي هي دي. ممكن هشتري التلاجة دي دلوقت. ايه رأيكم? وبعد انه بقى نشتري بقية التلاجات دي. التلاجة دي بسبعمية وسعرها حلو ايه احنا الان جاهت تلاجه او اه ويشتري ايه اشترينا شباب خلاص هنروح بقى ايه نحط التلاجه ده في المطعم بتاعنا? مطعم ايه في السوبر ماركت بتاعنا? اوه البتاع ده برضه شكلها جميل والله نفس اخد من عندك حاجات كتير جدا بس لسه هشتري بضاعة يعني خلينا نركب العربية بتاعتنا دي بقى ونروح نشتري البضاعة نكمل بقى الاسبار ماركت هشتري اشتري بقى ايه الالبين بقى وتعني الشايات ده شوية. ماشي يلا. خلينا نطلع بقى قدام. ونكمل بقى البضاعة بتاعتنا. وشكرا على كده يا شباب. كده بقى احنا عملنا مهمة بصراحة جامدة النهاردة ان احنا اشترينا التلاجة دي. لا ده مش هو ده المحل. اهو ده المحل بتاع السوبر ماركت. اللي انا بشير منه البضاعة بتاعت. ادخل بقى يا صاحبي. ادخل. بقى. بقول لك ايه ادخل بالعربية جوه. ايهوة كده. ادخل جوه السوبر ماركت. انزل بقى. يلا بنا. زك يا صاحبي انا اشتريت التلاجة بقى وبص. عبقى المنافس بتاعك. اديني بقى الحاجات اللي بتتحضي في التلاجة دي. اول حاجة هنحتاج اللي هي دي. جوت برايس. تمام. ومحتاجين. استنى. ومحتاجين معنا مثلا ايه فين اللبن اللي الناس عايزها. ومحتاجين ده. ده جميل برضو ده حلو هاتو. ومحتاجين ده. هاتو. وايه تاني. في حاجة تانية. بس واقول لك يكفى على التلاجة كده. هاتلينا بقى الحاجات اللي ما بتتحطش في التلاجة. هي كارتورة واحدة اللي انا اخد. لا لا هات دي. ولا ايه نجيب شبسي. انا عايزين الحاجات الخالية دي اللي بتجيب فلوس كتير. في حاجات هنا غالية كده بتجيب لفلوس حلو قوي. ده باسكوت. ده كله باسكوت. هات الباسكوت ده. خلينا الحاجات اللي هي مش هتتحطي في تلاجة نحطها على العربية كده. تمام? نجيب ايه كمان? نجيب ايه كمان? هات المناديل دي الناس برضو بتاخد مناديل من دي. هاته حطها برضو على ايه? على التلاجة على العربية فوق هنا. في حاجة تانية. هاتلي البتاع ده برضو في ناس بتاخد منه كتير اهو بس انا تقريبا. ما لها معي فلوس معي فلوس. تمام? كده الفلوس بتاعتي خلصت يا شباب. يعني لو في اي حاجة ايه? بعشرين دولار ولا حاجة ناخدها مسلا. اقول بتاعها دي. البتاع دي ممكن نجيبها يعني سعرها حلو. نجيب منها كرتونة. اهيت. نحطها هنا برضو كده على التلاجة. على التلاجة انا مصمم من العربية بتاعتي تلاجة مش عارف لايه. وايه تاني? اخر حاجة بقى. عايزين حاجة ايه? اه خفيفة كده. بديب سبعتاشر. تسد والله سعرها حل. هات واحدة يلا. بس كده شباب. كده انا بقى معي زيرو. زيرو. مفيش مكان هنا على البتاع. ممكن نحطها فوقها. كده استينا. ايوة كده. يلا اركب عربيتك وامشي بقى مع السلامة. سلام عليكم عم الحاج. لا منسى عليك يا صاحبي. نروح بقى الجدعان نفتح السوبر ماركت الجميل بتاعنا. ونبدأ بقى مبيع الحاجات اللي احنا اشترناها دي. وتجيب لنا فلوس حلوة كده. وبعد كده بقى نجيب تلاجة تانية. اه في حاجات كتير والله بصراحة عايز اعملها النهاردة. بس الفلوس مش مساعدة. كل مرة لازم يبقى معي زيرو كده. واحد واحدة ان شاء الله بتاعنا ده هيكبر وهيبقى اكبر موجود في المنطقة. اصبر بسة صاحب انتها تشوف حاجات جامدة. اه براحة لا لا على الهادي. على الهادي اي ايوه براحة كده انت بعد الطريق تمام اوي. جاي لك يا بانك جاي افتح حساب عندك اليومين دول بس اصبر بس لما ابقى معي فلوس. ادخل عالصبر ماركت بتاعنا اللي مقفول بقى له كم يوم ده متفتحش. ادخل بس كده السامو عليكم. افتح يا ابن الباب افتح. جايب لك تلاجة النهاردة هي. سننا يا صاحب احط التلاجة بس اصبر. التلاجة دي بتتحطي ازاي. التلاجة ده هتتحطي كده ولا ايه مظبوطة كده مثلا. سننا بقى هاتي الكارتونة دي طلع الحاجات اللي فيها. الناس بتغبط في العربية. اه الحاجات المنتجات بتتحطي في التلاجة والله. يا السلام ايوه كده اجدعان. انا بقى ضيعت فلوسي كلها في الاول بسبب ان انا كنت باشتري منتجات. المفروض انها تتحطي في تلاجة. وما كنتش بحطها في تلاجة. يعني كنت بحطها على الرفة. فكامت بتبوز. خلينا بس ايه نبعد العربية بتاعتنا دي كده. اهي. ايوه. المفروض بقى انه تقييم محلي بقى يعلى بقى. تقييم المحلي المفروض دي يعلى بسبب الحاجات اللي انا اشتريتها دي التلاجة والحاجات الحلوة دي. هات بس بعد العربية دي عشان الزباين. اهيه. بس كده عشان الزباين اللي بتطلع من المحل ما بتعرفش ايه. ما بتعرفش تدخل. اه تخرج. هات بقى الكاراتين دي كده. هات ودي الكارتونة دي كمان. يا عم لا. يا عصد صاحبي ايوه كده. هات دي. هات دي. كده لمنى الكاراتين. الكاراتين دي طبعا كلها اه مش تلاجة. اقط المنتجات دي دي كلها منتجات مش تلاجة. حطها جنب بعضها كده. ونكمل بقى ايه رص في الحاجات دي. دي اخر واحدة بس كده. تعالى نكمل الحاجات بتاعتنا اللي هنا دي. دي منتج مش تلاجة. تمام. دي مية كده تقريبا. وانا عطشان اصلا. فالمفروض ان انا هشرب لوحدة منها. من البتاع اللي انا جايبها دي. يلا يا زباين جايب لكم ابضعة وشغل جامد اهو. ارب التقييم بتاعي بقى يعلى عشان اقدر اشتري منتجات تانية اغلى. ما في حاجات يا جماعة بتجيب فلوس اكتر بس المشكلة في التقييم بتاعي. وانا برص اي حاجة اي حاجة. المفروض اجيب واحد يشتغل معايا هو اللي يرصلي الحاجات دي بس. بس لسه بياخد فلوس كتير قوي. الله بياخد فلوس كتير جدا كمان. اخر كيش شبس معنا يلا. يلا رص بقى الشبس ده تعالى يا صاحبين. بس كده شكرا. في حاجة تانية بس كده. كده تمام كده رصينا كل الشبس بتاعنا وزبطنا كل حاجة. وامشغلين التلاجة الجميلة بتاعتنا دي. الله التلاجة دي شكلها حلو اول. تعال بقى كده نشوف التقييم بتاعنا ايه اللي حصله. نفتح التابلت. شوف ريتنج زيرو لسه. التقييم بتاعنا زيرو. فأنا مش عارف اعمل ايه. احنا بقى لما المنتجات بتاعتنا اللي احنا اشترناها دي كلها تتباع يعني لسه في حاجات كتيرة ايه. انا بحب دايما ابيع كل المنتجات بتاعت اللي موجودة. واروح اشتروا منتجات جديدة. ده 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 اللي انا بحب اعمله دايما. فالفيديو اللي جاء ان شاء الله اول حاجة اروح نعملها. روح نفتح حساب. حساب في البنك. ونطلع بقى فيزا بقى ونعمل شغل جامد. وبعد كده هنبيع كل المنتجات اللي موجودة دي. ونبدأ نجيب منتجات جديدة. وبدل التلاجة دي هنجيب تلاجة كمان. وهنجيب طرابوزات بقى وحاجات جامدة. وهنجيب برضو واحد يشتغل معانا لان احنا على اللح كايتنا خلص ما عناش اي فلوس. والمفروض ان انا جعان وعطشان وفي فطورة كهرباء محتاجة تدفع. والصحة بتاعت ضعيفة. فكل ده ان شاء الله الفيديو اللي جاء انتزبطه مع بعض. فشكرا لك يا صاحب انت كملت الفيديو الاخر. وزي ما قلت لك لو انت عايز تجرب اللعبة دي هسيبها لك موجودة تحت الفيديو في او الكومنت.